بسم الله الرحمن الرحيم التقسيم والتقعيد للقول المفيد باب ما جاء في الرقى والتمائم لماذا قال باب ما جاء ولم يقل من الشرك الرقى كما في الباب السابق أولا لأن الرقية تنقسم إلى شرعية وغير شرعية ثانيا والتمائم كلها من الشرك إلا إذا كانت من القرآن فهي محرمة الدليل الأول في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت فأرسل أي لتفقد أحوالهم بما تقتضيه الشريعة قلادة يعتقدون أن ذلك يدفع العين عن البعير وهذا اعتقاد فاسد الدليلان الثاني والثالث وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتوالة شرك رواه أحمد وأبو داود وعن عبد الله بن عكيم مرفوع من تعلق شيئا وكل إليه رواه أحمد والترمذي إن الرقى أي الرقية المعهودة عندهم وهي الشركية بغير ما ورد به الشرع من تعلق شيئا وكل إليه ولم يقل من علق لأنه علقها وتعلق قلبه بها فمن تعلق بالله تعالى فهو حسبه ومن تعلق بغير الله تعالى خذل لا ينبغي للإنسان أن يعلق نفسه بالسبب بل يعلقها بالله فالموظف الذي يتعلق قلبه بمرتبه تعلقا كاملا مع الغفلة عن المسبب وهو الله فقد وقع في نوع من الشرك أما إذا اعتقد أن المرتب سبب والمسبب هو الله فلا ينافي التوكل شروط الرقية الشرعية أولا أن تكون من الكتاب أو السنة أو يدعو بأسماء الله وصفاته ثانيا أن تكون بكلام مفهوم مسموع ومعلوم باللغة العربية ثالثا أن يعتقد أنها سبب شرعي لا تنفع إلا بإذن الله إذا اختل شرط من هذه الشروط أصبحت رقية غير شرعية وليس هناك رقية بغير العربية إلا إذا كان من باب الدعاء فيصح أن يدعو بغير اللغة العربية بشرط أن لا يغير الأسماء الحسنى لأنها توقيفية والأسماء تحكى كما هي في كل اللغات التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منه الدليل ما خلى من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته من التولة خاتم الدبلة وهو شرك أكبر إذا اعتقد أنه مؤثر بذاته وبيده جلب المنافع ودفع المضار أو شرك أصغر إذا اعتقد أنه سبب في بقاء العلاقة الزوجية أو محرم وهذا أقل أحواله لأنه من عادات النصارى لأنهم يعتقدون بوضعه عقيدة التثليث وفيه محذور إن كان من ذهب للرجال الدليل الرابع وروا الإمام أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه أن من عقد لحيته إما من باب التكبر أو من باب جعلها سببا لدفع العين تقلد وترى الوتر سلك من العصب يؤخذ من الشاه يستعمل لدفع العين أو استنجى برجيع دابة أي إزالة أثر الخارج من السبيلين بروث الدواب أو عظم هو طعام الجن والروث علف بهائم الجن الدليلان الخامس والسادس وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبه رواه وكيع وله عن إبراهيم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن كان كعدل رقبه لأنه أعتقه من عبودية الشيطان التي فيها الشرك وهذا أعلى من عطقه من عبودية الإنسان لكن يقطعها بالتي هي أحسن لماذا نحكم بتحريم التمائم من القرآن لكراهة بعض السلف لها والكراهة عند السلف تعني التحريم ولدخولها تحت قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتوى لا تشرك ولأننا قد نفتح باب شر لأن البعض قد يظن أن التمائم كلها جائزة حتى من غير القرآن ولأن فيها امتهانا للقرآن فقد يدخل بها الحمام أو تصيبها النجاسة المسائل الأولى تفسير الرقى والتمائم الثانية تفسير التولة الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك وكذلك يشمل غيرهما كالسحر الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا والأحوط مذهب بن مسعود رضي الله عنه لأن الأصل عدم المشروعية السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك أي من الشرك السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود وليس مراده الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعين عموما التقسيم والتقعيد للقول المفيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر